دير بالرياض يكتسي بالأزرق والهيلة ليهزم الشباب في الدور السعودي شهد التفاصيل تمكن فريق الهيلة من تحقيق الفوز على ضيف الشباب بهدفين دون رد ضمن فعالية الجولة الثامنة من عمر الدور السعودي للمحترفين ساد الحضر الدفاعي أجواء الشرط الأول وفرض أصحاب الأرض في تسجيل هدف التقدم بعدما أهذرت دول البرازيلي نايمار داسيل فارقلة جزاء في الشرط الثاني عزز رفاق جيسوس من ظهورهم الهجوم بمحاولة متعددة وجاء هدف التقدم عن طريق قارد كولي بالي في الدقيقة 68 وأضاف زميله ميتروفيتش الهدف الثاني في الدقيقة 76 وارتفع رصيد الهيلة إلى 20 النقطة في قمة جزولة ترتيب الدور السعودي وتوقف رصيد الشباب عند 8 نقاط في المركز 11